عرفت إعلاميا باسم قضية تهريب الآثار الكبرى واللي تورت وقودين فيها الممثل بوتروس رؤوف غالي شقيق وزير المالية الأسبق والكنصل الإيطالي السابق واللي تعتبر أكبر قضية تهريب آثار خلال التلاتين سنة الأخيرة بسبب كمية القطع المهربة والتغطية الإعلامية للوقع من لحظة اكتشاف عملية التهريب في ميناء ساليرونو بإيطاليا حتى الحكم بسجن المتهمين فيها مرورا بعودة القطع الأثرية المهربة لمصر بالتنسيق مع السلطات الإيطالية تعالوا نحكي قصة شقيق الوزير السابق اللي عاش ممثل مغمور في الظاهر ومهرب آثار دولي من الباطن إليكم التفاصيل ولكن بعد الوقت ممثل ثانوي أدى أدوار بسيطة أشهرها فيلم تيمور وشفيقة نال شهرة أكبر بعد سقوطه في قضية تهريب آثار واللي كشفت التحقيقات فيها عن تفاصيل كتير منها إن عملية التهريب تمت عن طريق إخفاءها داخل طرد دبلوماسي من ميناء الإسكندرية إلى ميناء ساليرونو في إيطاليا قبل أن يتم ضبطها هناك واللي وصل عددهم لـ 22 طرد داخل حاوية دبلوماسية أعيدة الأثار المهربة لمصر في التحقيقات وصلوا لمسؤول في شركة شحن اسمه متحة ميشيل هو من أنهى إجراءات الشحن باسم شركته وبتفتيش منزله عثر في المنزل على عدد من القطع الأثرية والمتعلقات الخاصة بالملك فاروق ومرسلات بينه وبين شركة الشحن الإيطالية تفيد طلبه تسليم الطرود لشخص هو كونسل إيطاليا الفخري السابق في القاهرة وليس ميسي ميليانو الذي تم الشحن باسمه فأصدرت النيابة قرارا بضبط الكنسل الإيطالي السابق وتفتيش منزله واللي وجدوا في عدد من القطع الأثرية النادرة وباستجواب الخادمة قالت إنها ما تعرفش حاجة عن الأثار وأرشدت عن الممثل بطرس رؤوف غالي شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي وقالت إنه صديق المقرب وأضافت إنه بطرس غالي وآخرين كانوا بيجوا الشقة لمشاهدة بعض التحف الموجودة فيها أمرت النيابة بالقبض على رؤوف غالي وأمرت بتفتيش منزله وقررت التحفظ على أمواله وامتلاكاته هو والكنسل الإيطالي السابق ومتحة ميشيل داخل مصر مع الكشف على حسابتهم في البنوك وتفتيش أخرى مملوكة للكنسل السابق في منطقة أصر النيل عثر بداخلها أيضا على قطع أثرية وأخترت النيابة من الجهات المصرفية بأن الكنسل السابق له خزينة مسجرة في أحد البنوكة الشهيرة ومن وقت استأجارها كان لبطرس غالي حق التعامل عليها وفتحها ووضع أو أخذ أشياء منها وبفتحها وجدوا بداخلها أثار أخرى تحفظوا عليها وأثناء معينة النيابة للقطع الأثرية المهربة لإيطاليا وجدت ورقة مطوية في أحدى القطع فيها رقم تليفون وبالاستعلام الرسمي عن الرقم طلع مسجل باسم أحمد مجدي من منطقة لقصر يعمل فرد أمن على إحدى المراكب فألقت النيابة القبض عليه وفتشت منزله فوجدت بها أثار فرعانية وتتبع رقم هاتفه تبين وجود علاقة بينه وبين الكنسل الإيطالي السابق أمرت النيابة بحبس المتهمين الذين توصلت لعلاقتهم بتهريب الأثار جميعا وهم بطرس رقوف غالي والكنسل الإيطالي السابق ومتحد شفيق مسؤول شركة الشحب وأحمد مجدي اللي تبين أنه منقب عن الأثار وصدرت أحكام قضائية بالسجن والتحفظ على أموال المدانين ثم قضت محكمة النقد بتخفيف عقوبة السجن المشدد لبطرس رقوف بطرس غالي ممثل وصاحب شركة سياحية وشقيق يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى السجن سبع سنوات وغرامة 2 مليون جنيه في إيدانته بحيازة أثار في منزله ومحاولة تهريبها إلى أوروبا شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء